في ظل التوتر العسكري الذي تشهده الحدود بين السودان وإثيوبيا أعلن الجيش السوداني السبت في بيان مقتل عدد من أفراده في هجوم للقوات الإثيوبية بمنطقة الفشكة المتنازع عليها بين البلدين بيان الجيش السوداني لم يأتي على ذكر التفاصيل بشأن الخسائر في الأرواح إلا أن مصادر عسكرية سودانية قالت لوكالة رويترز إن الهجوم أسفر عن سقوط ستة قتلى من القوات السودانية من بينهم ضابطين وتشهد العلاقات بين السودان وإثيوبيا تدهورا منذ أشهر بسبب التنازع على منطقة الفشكة الحدودية التي يؤكد البلدان أنها داخل حدودهم الدولية ويتبادلان الاتهامات بانتهاك سيادة أراضي الطرف الآخر في سياق موازن أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان قرارا عين بموجبه أحمد مفضل مديرا جديدا لجهاز المخابرات العامة قرار سبقه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بإعفاء مدير الشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما بعد مقتل 42 شخصا في قمع للتظاهرات المعارضة لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر ورغم أن الشرطة نفت إطلاقها النار على المتظاهرين إلا أن نقابات أطباء اتهمت قوات الأمن السودانية بأنها استهدفت رؤوس وأعناق وصدور المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي بحسب قولها ترجمة نانسي قنقر